بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولى عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله وجئنا إلى فقرة الفقه أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا المرة اللي فاتت كلمت مع حضرتكم عن تعريف الصلاة قلت أن الصلاة لغة بمعنى الدعاء وشرعا أقوال وأفعال تفتح بالتكبير وتختم بالتسليم الصلاة تحريمها التكبير ساعة ما تقول الله أكبر أنت بقيت في الصلاة لا يجوز لك ما كان جائز قبل الصلاة لا ينفع تتكلم ولا ينفع تأكل ولا تشرب طيب وتحليلها التسليم لما تقول السلام عليكم ورحمة الله التسليم الأولى كده أنت تحللت من الصلاة وخرجت من الصلاة الصلاة فرضت على سيدنا رسول الله في ليلة الإسراء والمعراج وعارفين أن الصلاة كانت خمسين صلاة في البداية وسيدنا موسى قال لسيدنا النبي صر ربك التخفيف فسيدنا النبي طلب من ربنا التخفيف فخفف عليه الصلاة جعلها خمسة في العمل وخمسين في الأجر والثواب لأن الحسنة بعشر أمثالها طب وبعدين الصلاة يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى جعلها عماد الدين قال في القرآن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة يبقى من عماد الدين الصلاة من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين طيب على من تجب الصلاة تجب الصلاة على كل مسلم ومسلمة وبالغ وبالغة وعاقل وعاقلة سيدنا النبي يقول في الحديث رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ طب نعلم أولادنا الصلاة إمتى سيدنا النبي قال كده علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع الولد نم في مكان والبنت نم في مكان ربنا موسع عليك يبقى الذكور في غرفة والبنات في غرفة الإناث في غرفة أو الولد على سرير والبنت على سرير من سن سبع سنوات ابدأ ضرب ابنك على الصلاة ابدأ ضرب بنتك على الصلاة وحضرتك في البيت ضرب ابنك وضرب بنتك على الصلاة وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه لو الأب والأم بيصلوا الأولاد هيعشقوا الصلاة الولد هيجيب السجادة ويفرش السجادة جنب أبوه أو جنب أمه يقلد ما يفعله الأب أو ما تفعله الأم ليه؟ لأنهم بيقلدوا اللي بيشوفوه الولد هو عنده خمس سنين نبدأ نعلمه على الصلاة نبدأ نقوله إن الصلاة دي فرض ربنا فرضها علينا نعرفه إن الصبح ركعتين الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات المغرب تلت ركعات نبدأ نغرس في نفوس أولادنا حب الصلاة ليه؟ لأن الصلاة أنس المشتاقين وروضة المحبين ورمز العبودية لله رب العالمين نعلمهم إن سيدنا النبي كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة نعلمهم إن سيدنا النبي كان يفرح بالصلاة وكان يقول أرحنا بها يا بلال وكان إذا حزبه أمر يفزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم نعلم أولادنا إن أول حاجة هيحاسب عليها الإنسان في قبره الصلاة إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر يبقى الصلاة تجب على المسلم البالغ العاقل ذكر وأنثى مسلم بالغ عاقل غير المسلم لا يجب عليه الصلاة طيب أركان الإسلام عارفين إن بني الإسلام على خمس منها بعد الشهادتين إقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل طيب البالغ الصبي الذي لم يبلغ نعلمه الصلاة وإن صلى يثاب على صلاته أيضا العاقل الإنسان المجنون الإنسان اللي عقله بش موجود ليس عليه الصلاة لأن عندنا قاعدة بتقول إذا سلب ما وهب اللي هو العقل أسقط ما وجب اللي هي الفرائض القاعدة دي ناخد بلنا منها إذا سلب ما وهب أسقط ما وجب بسألني واحد صديق بيقول لي أبوه عنده زهايمر 80 سنة وما يعرفش أوقات الصلاة وعقله بش موجود لا يبالي بما يفعل هل لازم أقول له أم صلي وقلت له لا ما عليهوش صلاة لأن الله خفف عنه لأن الله سبحانه وتعالى سلب العقل إذا سلب ما وهب أسقط ما وجب طيب لو هو متنبه وعارف اللي حواليه هو مدرك بالأمر نقول له صلي إنما غير متنبه للأمر ليس عليه إيه صلاة يبقى تجيب الصلاة على ثلاثة شروط وجوب الصلاة المسلم والمسلمة البالغ والبالغة العاقل والعاقلة ربنا سبحانه وتعالى أقول لنا في القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ربنا جعلنا وذرياتنا من المحافظين على الصلاة اللهم أمين أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة